كتاب العمارة والبيئة للدكتور حسن فتحي يقرأ عليكم أمر سليم في التغير والتحول التغير لم ينسون الحياة لتتشمل كل ما في الكون وما يكون البيئة بما في ذلك الإنسان نفسه الأمر الذي يحتم عليها أن يجهد باستمرار في تشغيل زكائه في تفعول مع ذي البيئة لمصير التغير والتحول الحادثين فيها باستمرار فيما يكون بعمله وإلا كان نشازا أو جمودا فإن التغير نفسه محايدا فإذا لم يكن الأحسن فسيكون الأسوأ بطبيعة الحال لذي يجب علينا أن نعرف لأين ينقودنا أي تغيير وتطبع رداد الفعل السلسلية ناتجة عن أي تغير لآخر لآخر ما يمكن للعقل البشري أن يوصلنا إليه من معرفة بما يسمح بتحويل هذا التغير نحو الأحسن وأن التغيير في العمارة على النوعين إما تطور في نفس الاتجاهة وبنفس الملامح على دورات متكاملة يمكن الإنسان تطبع حلقتها وأن يربط بينها كما هي الحال في تطور مختلف الطرط المعمارية وإما التغيير كله بلا رابط بين السابق واللحق علما بينناه إذا ما سرنا على هذا النمط الأخير في عملات تغيير الأقصى الحدود فسنصل إليه للعماء حيث لن يجد الإنسان حينقازن أي نقطة ثابتة يرجع لها لحد ما كانه في الزمن أو لكيدرك أي معنى للتغيير وأن التغيير في نفس الاتجاهة أو التطور لما يستلزم موجود بعض العناصر سواء من الأشكال المعمارية أو من مبادئ التصميم مما يعتبر من السوابط أو الحتميات مع بعض التغيير طبعا لرؤية المجدد في مؤامة الظروف المستجدة إما الاستكمال حلول لم تسبلور وتتم حلقتها بعد وإما تبع وجود تباديل وتوفيق نفس الحلول مما يستحق الإخراج والتجربة مما يعتبر من التلقائيات وأن هناك لمنى الحتمية والتلقائية حدودها ومجالاتها التي لا صح عن التعداها في حركات التطور وإلا جمزة الأشكال ووقف التطور إذا ما تغلبت الحتمية أو فقدت كل المعيير ووصلنا إلى العناء إذا ما تغلبت التلقائية فلكل دورة من دورات التطور بداية والزروة ونهاية فإن الحيوية والدمور ليكمنان كما يكمل السارب والمجب في كل الكائنات الحية بحسب معدلات ونسب تتكرر بما يوضعه الخالق عز وجل في مخلاقاتي من حيوية منذ البداية ومنها الإنسان نفسه ثم يكون به هذا الإنسان من نفسه في مختلف نواحي النشطاتي الثقافية ومنها العمارة والتميز البداية دائما بالبساطة والقوة وتغلب نسبة الحيوية على الضمور وتغير هذه النسبة شيئا في شيئا مع الزمن بشكل يمكن التعبير عنه بخط بيامي على شكل منحنى قطع مكافذ مما يطلق عليه لعلماء الرياضة ومنحنى الاهتماني الذي تستخدم عليه كل دورات الحياة حيث تزداد معدلات التطور ونسبة الحيوية من البداية إلى الضروة ثم تقل وتنحدر إلى أن تصل إلى الضمور والفناء في النهاية وإننا لا نرى ذلك مثلا في تطور الترز المعمارية التاريخية كالفرعونية والإغريقية التطور في الأمارة الفرعونية إن اتراز الأمارة الفرعونية بدأ في الدولة القديمة في قوة حيوية وبساطة البداية ثم اتطورت بتعدد أشكلها إلى أن استكملت النطج وبلغت الزروة في الدولة الوسطى وفي الأسرة الثامنة عشر بالذات ثم بدأت في الحلال روايدة روايدة مع فترات من خلاجات الروح بالنهضة في عهد الدولة الحديثة إلى أن وصلت إلى العهد الباطلايموسي الذي اختلط فيه أثر اللوكدان المصري في اللوكدان الغريق في الأشكال وتهدلت فيه تقاطيع خورص المشدودة إلى أن قرد هذا الطراز بدخول الرومان إلى البلاد ولست دمغها بالعمود الكوردي الذي اتخذته خاتماً الامبراطورية ولست دمغه به كل مستعمراتين في أسيا وأوروبا وأفريقيا وقد بلغت هذه الدورة ما يزيد على ألفين عام العمارة الغريقية كلاسكية كما بدأت العمارة الكلاسكية الغريقية في قرن السابع قبل الميلاد وبلغت النطج في القرن الثالث كما نشاهد في معابد البارسنون في أكروبيولوس مريد أسينة ثم بدأت في الحلال إلى أن تلقفها الرومانة الذين كانوا رجال حرب وبنات ثرق وقناة الأقصبين منهم فنيون وقد أكسبت التكنية والنواحي المادية وتنوع المباني المنشئات التي تسمع بها هذه العمارة قوة في الانتشار دون التطور في الكلمة الفنية كما حدث في عمارة المعابد الغريقية إلا أن زبلت بدخول المسيحية إلى فترة ما ثم عدت إلى ظهور في القرن الخامس عشر بحركة النهضة الإيطالية ومشتقاتها التي أخذت بدورها في الانحلال إلى أن وصلت إلى الباروك والركوكو بخصوصها المنحلة وزخارفها الوافرة إلا أن ماتت في عواخر القرن الماضي بدخول التراز الأوروبي الحديث ومواد البناء المتحدثة التي غزت معظم بلاد العالم ومنها بلادنا والامتاز السعيدة إلى اليوم العمارة الإسلامية إن العمارة الإسلامية وظهورها وانتشارها لما يعتبر ظهورها خاصة تسرع الاهتمام من حيث الاعتبارات الثقافية فإنه يمكن القول بأنها قد نشأت وانتشرت طفرة واحدة بالنسبة إلى قصر الزمان الذي أخذها الطراز الإسلامي في التبالورة وشمولية لمختلف البلاد الإسلامية فإن الطراز الإسلامي في العمارة لم ينشأ من تفاعل زكاء جماعة واحدة مع بيئة خاصة إنما من تفاعل زكاء عدة جماعات مختلفة كبالية وحضرية من التي اعتنقت الإسلام والتي استوطنت مختلف البلاد ولما كانت حاجات المسلمين الروحية محدة فقد أتت أشكالهم المعمارية متشابهة وما ساعد على إيجاد تشابه عاملين العام الأول جغرافي من حيث أن الطبيعة في البادل التي تنشر فيها الإسلام متشابه من حيث المناخ فيتقى في المنطقة الممتدة من حض الهند إلى سواحي المحيط الأطلسي بين خطي عرض 10 و35 شمالا وهي سحراوية حارة جافة في الموظمة الغالب الأمر الذي جعل هلهم المعمارية متشابهة أصلا والعمل الآخر سياسي ثقافي في أن فتح الإسلام لم يكن استعمارا بالمعنى الحديث عشان أن المسلمين السواسية بلا تفرقه فكان الخليفة وخليفة المسلمين الجميعا أمويا كان أو عباسيا أو فاطميا أو أثمانيا وقد عانى الخليفة بالعمارة ببناء المساجد وقصور في مختلف البلاد موحدين للطراز مع الفارق البسيطة النتيجة من اختلاف المناخ أو مواد البناء ونوحرة في البناء التي كانت السايدة في مختلف البلاد قبل دخول الإسلامي ومن ناحية أخرى فإن صفة التجريد التي تتصف بها الفن الإسلامية كانت من العوامل التي يسرت تبادل الأشكال المعمارية والزخرفية بين مختلف الجماعات وكانها الخط العربي الذي كتب به القرآن الكريم وقد تحرر المعمارية من الكثير من العوامل التي تفرضها البيئة باعتبر المحاكاة للأشكال الطبيعية التي في كل منطقة وبذلك تيسر التأكل السيكولوجي والروحاني وقد تغلب سفة التجريد على المحاكاة وغير أن هذا التجريد كما يسر نشهة العمار الإسلامية وانتشارها بسرعة دفعة واحدة فإنه كان سببا في زواليها بسرعة ودفعة واحدة أيضا فإنها بدخول الإنسانية في العصر الحديث عصر التصنيع حدثت تغيرات الجذرية في الهندسة المعمارية كان من أنصارها أنزلت الأشكال التي تتبلورت على مر الأجيال وذلك في استعمال مواد الحديثة كالخلصان المسلحة والصلب والحديد والزجاج والبلاستيك إلى آخره التي حلت محل المواد التي كانت صامة في البناء في الصبر كالحجر والرخام والطوب والخشب والأمر الذي سبب عنه انقراض نوزة محارة في البناء التقليدية التي درج عليها صاحب الحرفة في التعبير عن مكننات وجدانه بطريقة مباشرة وداخل التقنية الحديثة التي اقحمت نوعا آخر من التجريد على العمارة وقالا وهو التجريد الإنشائي ولا سفني وبذلك من انتعاد العمارة كأنصر من عناصر ثقافة نابعة من تفاعل ذكاية الإنسان مع الطبيعة مع البيئة الطبيعية إنما من إنتاج تفاعل الإنسان الحديث مع الآلات وكانت المادية التي تغلب في الحضارة المعاصرة والحضارية على الخصوص دور التقاليد في العمارة إن هذه الدورات التي تنتد زمنها لمات سنين لم يكن بالإمكان أن تتم لو لم يكن هناك تقاليد مراعية بما يتيح الاستمرار في نفس الاتجاه على مر القرون وكدوقات الشعوب والأمم في الصابق تقاليدها المعمارية التي تبلورت على شكل طرز وقواعد نظرية في التصميم كقواعد اللغة والأدب للتحقيق التفاهم بين أفراد الجماعة وتحقيق التوافق بين مختلف المباني التي تقوم في المدينة كما أنها استحمل قيم الجمالية من الهبوط دون مستوى خاص حيث تأخذ بها المعمار الذي تتغلب لديه الموايب التقنية على الملكات الفجنية التي سيوز بحملها زي لم يكن شعرا على الأقل نسرا وهو نفس اللغة وللغة تكنولوجيا بغير معنى ولا الضابط ولا مكياس كما أن هذه التقاليد ستحرر الفنان الموهوب من عمليات اتخاذ القرارات بالأمور التي سبقى الغيرية أنكم بها وأدفات الجماعة على الإمارات تجاربها وبذلك فنشغل طاقته الخلاقة فيما يتبلور من حلوله وبما يمكنه من توجيهها نحن الانطلاق فيما بعد ذلك من أفوق جديدة 15- أن لفظ التقاليد لا يعني بالتبعية القدم كما يفعل البعض أو أنه مرافض للفظ الرقود كما أنها لسه من ضروري أن تربع التقاليد إلى عود بعيدة في الزمن فإن منها ما قد يكون قد بدأ في التكوين منذ عهد قريب كما أن منها ما يرجع لأقدم الأصور عندما يجد المعمار أي حل سليم لمشكلة عارضة وابتكر تشكيلها معمريا فإنه قد يكون قد وضع أول خطوة في إرساء تقليد فإذا ما صدف هذا التشكيل هو في خلال معماري ثاني وأخذ فيه فإن التشكيل الأول سيكون بمثابة نموذج أول بالنسبة لمثالات فإذا ما كان هذا النموذج الأول يرد على الطلبات ووجدان الجنس والجماعة فعقبه معماري ثالث في الأخذ بنفس نوع الحل والتشكيل فإنه سيكون النموذج الأول قد تحول لما يمكن تسميته بالنموذج الأصلي الكامل للجنس والجماعة الذي نرىه في العمارة السنية والهندية والإجراءة والمصرية وتكون التقاليد كدرسية معلمة 16. وإن مما يعرض للمعماري من المعضرات ما لا يتطلب حلها أقصى من بدل دقائق إلى حين يتطلب بعضها الآخر زمنا أطول قد يكون يوما أو عاما أو حياة الفنان بأكبرها وفي كل هذه الحالات يصح أن يكون الحل من عمل فنان واحد إنما هناك من الحلول ما يتطلب عدة أجيال للوصول إليها في هذه الحالة سنجد أن التقاليد دورا خاصة فعالا في التطور وما يخرج عن طاقة الفرد فيما يستطلب حلها أقصى من حياة فنان أو جيل واحد وذلك عندما يحترم كل جيل جديد ما وصلت إليها للأجيال السابقة من حلول مضيفا إليه من نفسه ما يقربه للوصول إلى آخر حلقات التطور وعلى الفنان المعماري أن يعمل على استمرار قوة دفع التقاليد بما يضيفه إليها من نفسه بحيث لا تقاليد قبل أن تصل إلى الآخر شوق وأن التقاليد قد تحرره من الكثير من عمليات اتخاذ الكرارات التي سبكت الوصول إليها ولكن نفسه يجد نفسه مضطرة لإتخاذ قرارات جديدة حتى لا يتموت التقاليد على يديه عندما البنان كلما تقدم الفن وارتقد طلب الأمر من الفنان أن يبذل قدرا أكبر من الجهد للدفع بالتقاليد الخطوة التالية وعلى المعماري أن يبعد عن زهني فكرة أن التقاليد ستعرك الانطلاق قدراته الخلاقة بل بالعكس فإنه ما إذا استند خلال الفنان إلى قتل التقاليد حية قائمة فإن العمل الفني سيكون أركب كثير مما لم تكن هناك تقاليد يستند إليه أو إذا ما تغاضى عمداً عما هو موجود منها إنه إذا ما احتمل التقاليد سيجد أن النتاج التي يصل إليها ستفوق بمراحل قائمة كيمة الجهد الذي بذله إنه سيكون كما نضيف جزئياً من ملح إلى سائل مشبع بهذا الملح وقد وصل إلى درجة الظهر بما أضافته إليه الأجيال السابقة من جزئيات فلا يلبس أن التابلور هذا السائل بأكمله بمجرد إضافة هذا الجزء وإن هذه النتيجة الباهرة من هذا الجهد البسيط غير أنه في العمارة سيجد أن عملية التابلور الفني مختلفة عنها في حالة السائل حيث أن عملية التابلور الفني اللي تحت مرة واحدة وتطبح منتهية إنما هي عملية مستمرة الحدوث باستمرار عند كل إضافة من كبل الفنان وعلى حد الفيلسوف الصيني دوتي التكملة دون الوصول إلى الابتمال المفيدة والإنجاز دون الوصول اللي هي مرغوبة فيها فإن صرامة التقاليد لا تقيد سوى الفنان الضعيف أما القوي فإنها لن تقيده بل تطيح له الفرصة للابتكار والتغيير والتجديد كل حين وحين مع التقاليد بالترص مفهوم المعصرات في العمارة إن عمليات التغيير والتحول في العمارة اللي كانت تكون سليمة غير عشوائية يطلق التوافقها مع تغييرات الحادثة في البيئة سواء الطبيعية أو الحضرية مما يجعلها مرتبطة بزمانيها أو معصرة إن كلمة معصر بحسب تعريف القمود صفة تعني وجود واحد عائش حادث في نفس الوقت معه ونازل تعريف لا يعني سوى الموازاة بين خيئين أو حزين زمنيين دون أن يحمل مطلقا أي ماء أو شرق لتقويم أو رفض أو قبول ولكننا نرى أن هذا المصالح كمستخدم اليوم في مجال النقد المعماري يحمل معنى الحكم على قيمة فنية فيقال ما يبني اليوم من العمارة على طراز سياقية في السوق بأنه مرتبط بزمان الحاضر لذا فهو معصر وتجب المفاق عليه على حين يدعى كل المقيمة في الهود السابقة من أي طراز كان والعربية على باقي الخصوص بأنه متخلف خالطين بين المفهوم الزمني الكورونولوجي أي زمن التقويم والسياعة وبين المفهوم المجازي اللفظ المعصرة في عمليات التقويم إن هذا الأمر لما يصير تساؤلين توقمين ما الزمن والآخر ما هذا الذي نعنيه بقولنا مرتبط بالزمن مفهوم الزمن إن الزمن هو الفترة بين الحدثين كما يمكن أن يقال بأن مفهوم الزمن نعتبر كنية مرتبطة بإدراك الإنسان للتغير بالنسبة لنقطة شابتها أما فيما يتعلق بتعدى صور متعاقبة على الفترات التي يرسلها المفهوم الزكرة وأما بما يصدق بحساساته من تغيرات في البيئة الطبيعية أو التغيرات الفلكية التي يلاحظ الإنسان حدثها في السماء من حركات الشمس والقامرة النجوم وأن التغيرات الفلسيولوجية التي يلاحظ الإنسان حدثها في جسمه من الصغر الكبر لترتبر مهمنا أمره فيما يتعلق بالزمن بالنسبة لموضوعنا فإن التغيرات الفلسيولوجية هذه التسيير في اتجاه واحد غير قابل للتغيير على حين انتغيرات الفلكية من النهار الى الليل الى النهار من جديد او من الصيف الى الشتاء ثم على التعاقب تعتبر دورية لا تحتمل لا تحمل اشارة لاي اتجاه. على مستوى حياة الانسان. واننا اذ نقول على مستوى حياة الانسان فذلك لكون هذه الدورات الشمسية وقمرية مثلا ليست من من السبات في التتابع لازل نظم نقص هي تتبع دورات كونية من الكبر ما قد يجعل ملحظتها من ما يخرج من نطاق ادراك الانسان العادي. كدورات انتقال الشمس في الابراج الفلكية التي يبلغ مدى خمسة وعشرين الف وتسعمائة وعشرين سنة الشمسية. فسم هذه الدورة بالسنة الافلاطونية. والنولة من المر المحيرة الكفر كيف توصل القدامى اللي رزيها هذه الدورة الامر الذي ستتدعي ان يعيش بسلكية عدة سنوات سلكية. وكما ذكرنا هذا قال لي سبحانه وتعالى وان يوما عند ربك كالف سنة مما يتعرضون. ومع ذلك فان التغيرات الدورية هي التي يستعملها الانسان في كياس الزمن. فان اليوم والشمس القمرية والسنة الشمسية هي وحدات الكياس التي يرجع عليها. ان هذه تغيرات الدورية وزمن التقييم والساعات والدقائف لما لايف يداني كثيرا في الكياس المعاصلة في العمارة فان مكاييس هذا الزمن تتكرر كدقات الساعة بالاتجاه على حين التغيرات في العمارة اللي هي التكاهتها المرتبطة ارتبطا نصيقهم بالطورات الانسان السيكوفيزيوفيولوجية. ونهاز التطور اللي يختلف في المستوطنات البشرية وتظهر اثاره في الاشكال والطرز المعمارية. اننا از اخذنا كل فرع من الثقافة على حدة سنجد ان معدلات تغير ستختلف بين الفرع والاخر. في نفس الجماعة كما سنجد ان معدلات التطور في نفس الفرع الواحي ستختلف بين الجماعة اخرى. وبذا فلا يسح اتخاذ زمن التقييم واحدة وكما اشر عن المعاصلة والتخلف في العمارة وان علينا ان حدد العناصر والاقتورات التي يمكن نرجوع عليها لكياس المعاصلة في العمارة لدى كل جماعة على حسب صرفها الخاصة. المعاصلة في العهود التاريخية. بدراسة طور العمارة في العهود التاريخية المظهرة كالعهد الفرعوني. مسلا على دوق الفلسفة والعقاد التي كانت سايدة في هذا العهد. سنجد ان هذا التطور كان سائرا في دورات محددة. وان هذه الدورات كانت متوفقة مع دورات اخرى فلكية وكونية كدورات حركة انتقال الشمس في الابراج السماوية. وذلك عن تطبيق التشكيلات الاندسية في اللحظة الفلكية الاجرام السماوية المرتبطة بالبرج القائم. واستقاطها على تخطيط وتكوين المعبد الذي يرمز الى هذا البرج ويرد الصداع على الارض وكأنه الوطر المجدود من نفس المقام. وذلك بمراعاة الاتجاهات والثوايا والمقيس. وعندما كانت الدورة الفلكية تنتهي وتتم حلقتها بدخول الشمس في برج جديد. كانت القدامة تكون احجار المعبد حجرا 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 بكل عناية واستعاملونا بعضها في اسات معبد الجديد بطريقة تقليدية وكأنها الوزر التي ستنبت الشمس نبات ليعيش دوراته الجديدة. وليكون المعبد الجديد متوفقة مع الزمنيه وليكون معاصرا. كذا مسلون القدامة دعونا تصميمه واشكاله المعمارية واتجاهاته ومقيسه بما اتفق مع التشكيلات الفلكية السائدة في البرج الجديد كما وضعته الحفريات التي اجريت في معبد منتو بكارنك الذي بنيه عندما كانت شمس في برج السور. وكان محوره يتجي جنوبا وشمالا. ثم فكت احجاره عندما دخل شمس في برج الحمل. وبنيه ومحوره في اتجاه متعامد على القديم. من الشرق الى الغرب رامزا لامون وكما تمخطت عنه حفريات معبد ميدامود بشمال الاكسر. في النهازة المعبد فكت احجاره وعده بنوى ثلاث مرات في نفس المكان. في المرة الاولى بنيه عندما كانت شمس في برج التوقمية. ثم فكت احجاره وعده بنوى عندما دخل شمس في برج السور. وفي المرة السالسة عندما دخل شمس في برج الحمل على التتابعة في كل مرة اللي كانت اتفق امارته مع البرج الجديد. هذا ما تلزم انشارة اليه انه بنية كنيسة صغيرة بداخلي في العادة المسيحية عندما دخل شمس في برج الحوت الذي يرمس الى المسيحية. وهكذا اوجات القدامة مرجعا كياسية للمعصرة. المعصرة في العصر الحالي. بوفول التراز الكلاسيك الاوروبي ومشرقاتي عندما وصل الى نهاية دورته بالركوكو كما سبق ارادي ومع دخول التكنولوجيا الحديثة في البناء بموادها الجديدة كالصورب والالمونيوم والخلصان المسلحة والزجاج والبلاستيك الاخر. تخلط العمارة الاوروبية ومعها عمارة البادل الاخرى كافة في دورة جديدة. وقد اجرى بعد الروات عدة مجلات ليجاد التراز الجديد. الى ان خلق التراز يعتبر عملاً الجماعية اتطلب اقصر من جيل واحد من المعماريين المبتكرين. واقصر من جيل واحد من الجمهور زو الوعي الكبير بما يسمح باجاد رأي عام متنول. اللي هو وزنه في عمليات الحكم على القيام والاختبار والكول او الرفض. ولما كنا في البداية وكانت العمال المعمارية التي اقومت من عمل افراد من المهانسين. فلما اتسعى الوقت بعد الى ايجاد مساح ان يدعى مدرسة الجديدة في العمارة. اول ورد دراس جديد او او انها مجرد طفرة بالاتجاه مما يطبق عليه قول الفاليسوف دو انت اليجيري. انما داع حديثاً قد يكون ما لا يستحق ان يبقى ليهرم. حقاً ان وجود الجماعة اليهاوس التي بدأها المعماري الالماني جورو جيوس مع جماعة المهانسين كما وجود الجماعة سيام التي تدمب بعض المعماريين الجدد. امثال الكوبوزي والنقاط. امثال سيجموند جيديون. الى ان جود هذه الجماعات وغيرهم من المهانسين الاخرين اللي بتصل بعض في مجموعة الى جاد ما سوف نطلب عليه اسم مدرسة او طراث. كما ان اعمالها ولا تتغلب فيها الناحية او النواحي التكنولوجية على النواحي الفنية التعبيرية وبالتجريد او التفسير. النابع من الهندسة الانشائية وليس من انتفاعها والزكاء المعماري مع البيئة الطبيعية من حيث الاتبارات الثقافية وتطبيق مفهوم المعصرة على كثير من هذه الاعمال سيجد انها متخلفة. بل انها لم تدخل في مجال العمارة كفن. حتى يمكن تقومها من حيث المعاصرة او التخلف. ومن الامثلة على ذلك المكاومة ويكون به مهانس الحديث بعمل العمارة الجدران الزوجية التي تعتبر من هام كوامات المعاصرة. وذلك بحاجة الفتاح المبنى على المناظر الخارجي. فان العمارة عارفات بان الفراغ المحزور بين الجدران ولس الجدران نفسها. لذا فانه عندما تكون الجدران من زجاج الشفافة انها سهل فراغ المحدود ستتسرب الخارج مستحبا ما هو العمارة. وبالضافة لذلك فان المعمار الحديث باقامات مباني الجدران الزوجية في بلد من البلاد العربية لم يطلق زكاة قوة فاعل مخوة والبيئة والطبيعية من حيث المناخ. كما انه لم يراعي النواعي في السيولوجية. اذا ان حقيقتها من الزجاج بمقاس ثلاثة متر الى ثلاثة متر. كما هي الحال في وجهة الحقارات مباني الجدران زوجية ليدخل من الحرارة ما سوى الفيك كيلو سعر في الساعة. اذا ما تعرض لاشعة الشمس مما اطلب طبق اتوازي طنين في الساعة لتبريد. وانا معلجة هذا الشكل الحراري فقد اتقرى هذا المهندس ما سميه كاسرات الشمس. وهي عبارة عن الواحة عريضة من الخرصانة المسلحة تركب اما رأسية ومفقية بكامل فتحة الغرفة على الواجهة على مسافة كافية لمنع دخول الشمس للداخل. ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هي نفسها وسوى حاراتها الى الداخل. وهذه الصورة سنجد ان كاسرات الشمس هذه لم تنجح الا في تنزيق المنظر الخارجي الذي عمل عمل القدار الزجاجي من اجله بخطوط عريضة معتمة سوداء. وبينها فتحات شديدة اللي ضاء مما يباكي النظر ويوز العجل. وهنا تظهر بعض في تبريد ذلك بوجود اقلات تكييف الهوائي حقا لانه مصيب عمارة لازي يعمل من مبنى فرنا شمسيا ثم يستعمل جهازا تهيلا للتبريد ليجعل قابلا لسكنة انما يبسط الامور اكثر من اللازم واعتبر تصميمه تحت مصيب العمارة. ان هذا اللي يعني ينقر ان تقدم التكنولوجيا له كثير من المزايا فان التكنولوجيا كانت تهدف استمرار لتحكم الانسان في البيئة المحيطة به. وانه الى ما قبل الصورة الصناعية ظل الانسان محتفظا بتوازن ايكولوجي خاصة بين كهانه التاخلي السيكو فيزيولوجي وبين العلم الخارجي ولكن يجب ان نعرف ايضا ان الاخلال بهذا التوازن قد يسوي الانسان في اي ناحية من نواحي طبيعته البشرية لذلك فانه مهما تكون معدلات تقدم التكنولوجيا سريعا ومهما يكون تغير اقتصادي جزريا فانه يجب على الانسان ان يخضع معدلات تغيير طبيعاته ونفسه لا ان يخضع نفسه لا. وان ينزل بتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا والتخليف كهم في الفراغ عندما ينسبون هذا الانسان. عندما ينسبون هذا الانسان. الى ومن الارض بكوة جاذبية الطبيعة البشرية. وانا اتغلب النحية المادية اللي اتسم بها الحضارة المعصرة. يميعود به لان مواطن المعصر اصبح هيش مع موظم حياتيه في البيئة الحضارية التي مصنع للسان الانشائي. لازي يقع بصرفيها الا على الموجودات المادية مما ضاع عليه فرص تفاعل زكائه مع البيئة الطبيعية التي مصنع الله سبحانه وتعالى. والحصن الحصد انه بدأ الغرب ينتبه لما تحمله وهذه الاتجاهات المادية من اضرار. كما تشير اليه بعد تقارير منظمة الامة المتحدة مؤخرا فيما يتعلق بالقدرات الزكية من حيث الاسراف في الطاقة ونطحات السحاب. فيما يتعلق بالانسان نفسه. النفس التنقار بعد ما يدعى حديثا يجب ان لا يؤخذ على النوضة ولا الرجال في العمارة الوراء ولا يعد مضى. فانهم من التقدير لمنتجات العهود التاريخية المظهرة از لا يسح الركوف بالعمارة عند قرن سابق. بعكس انا ما نقصده هو الدفاع عن المعاصرة وتنقية هذي المفهوم الشواية بالتخلف. علي تلحكت بالكسير مما يدعي معاصرا والدفاع بمفهوم المعاصرة اللي ارقم عني. وان علينا ان نتعرف على ما يتصل بالدور الجديدة التي بدأت تتفتح معلمة بالطور للعوم الحديثي الطبيعية والانسانية وان نتحسس الانتجاهات السليمة في حركة تحول المعمارية وما تعدنا بالوصول اليه من التوافق مع التحولات وحركة الطبيعة. وهنا من واجب جيل لنا الحالي ان يكون بعملية جرد الجميع للتجاهات السعيدة لتعرف على المبادئ اللي التحكم في تحقيق سفة المعاصرة في كل منها وما يمكن ان يؤخذ على انه خطوة من خطوة التطور العام للامام في الحياة. من واجب القول بانه يمكن ان نأخذ نفس الرموز الفراعونية التي اتخذوها لتحقيق المعاصرة في عمارة معددهم كمراجع خاصية بنسبة اللينا. فان المعبد كان مبنى خاصة وفضعا للقوانين الدينية وليس لضغط الاقتصاد او الحياة اليومية العادية. ولكن مع تقدم العلوم التسعى نطاق المعرفة المزيد. نعمل ان نصل الى عالمية الكدامة. ومن المشاهد في كل العلوم الفيزيائية الحديثة وخاصة في الطبيعة النووية انها اصبحت تكترب من العلوم المهيتة وفيزيكية. انه عندما نعتبر حركة الشمس في توجيه الابنية اللي بحصول على الاشعة او تعشيها. وعندما نعتبر حركة الهواء الخارجي لخلق الطيارات داخل الابنية وخارجة. فانها سندخل لمتغيرات الكونية والارضية جيوديزية في التصميم. كمان نوعا عندما نرعي احتاجات الانسان الجسمانية والروحية بأن ناخذ في الاعتبار بالعلم الانسانية والطبيعية كالايروديناميكية والطبيعية والفيسيولوجية والسيكولوجية الى اخره فانها بذلك سنحقق المعاصلة في لا معانية. وانها زي ما توصل الانسان القديم الى المعاصلة عن طريق المعرفة المباشرة فان الانسان الحديث سيكون التواصل للمعاصلة عن طريق العلم التحليلية. حقا انها لسه من المعقول ان نرفض المزايا والتسهيلات اللي تمدنا بها لكسفات العلمية والتكنولوجية الحديثة. اللي انها يجب علينا ان نعترف ايضا بانها تعرض علينا موجهة مشكلات اخرى بخلاف مجرد الانشاء. فانها زي ما امكان التكنية الحديثة ان توجد الحلول للنواحي الانشاءية والاقتصادية فانها لا تحل بالتبعية ما يتعلق بالنواحي الجمالية والابتماعية من المشكلات اللي تنشئ عنها. ان العناصر الجديدة والانشاءات الحديثة تطلب ابتقار القواعد الجديدة في الجمال وايجاد التوافق بين صدق اشكال هذه العناصر بالنسبة لانشاء والطلبات التصميم المعماري والجمع بينما فيه استصاعد التصميم المعماري والتغطي المريضة. وان من الواجب بازل للجهد افقيا لتطوية الاشكال المعمارية الحاجات الانسان للعملية اليومية ورأسيا. بزحقيق استور الانسان والجماعة ثقافيا وحضاريا. ايما معناه انجاز العمل السليم في الوسط السليم. وفي اللحظة الكونية السليمة. وبذلك ان انا ازا ما اردنا التوفيق بين الزمن الكورونولوجي وتعريف المهنس المعماري لمفهوم المعصرة يكون قول انه لكي يكون العمل المعماري متبطا بزماني او معصرا يجب ان يكون مندمجا مع النشاط اليومي الانسان وان يكون جزءا من نشاط الحضاري القائم في حياة المجتمع متوفيقا مع ايقاع التطور البشرية والتحضرها ومعارقة ما توصل اليها انساء من المعرفة على كل الجبهات في مجال العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية التي يمكن فصل بينها وبين التخطيط والتصميم المعماري. انما يجب ان يكون بالمهنس المعماري المصري المعصر لاجهد اعمار المصرية المعصرة هو ان يكون اولا من رسول المعماري بتطبيق اصول العلوم الحديثة الفيزيكية منها والانسانية. وان يكيوم الحلول الحديثة او الاتداء حديثة بنفس المقيس. قبل ان انتخذ اقرار حيال تصميماته وتهديد اشكاله المعمارية. العمارة المصرية. قد تعقبت على مصر عدة عصور معمارية الفرعونية والمسيحية الاولى والاسلامية واخيرا العصر الحاضر. وان العمارة من الفلسور السلاسة الاولى كانت مصرية صميمة. حيث كانت الاشكال المعمارية نابعة من وجدان المعمارية وصاحب الحرفة المصريين في تفاعلات زكائهما مع البيئة المصرية. اما من حيث العمارة الفرعونية فان هذه التفاعلات قد تعدد البيئة الجيغرافية ومتد البيئة الفلكية كمسابق ذكراه في العمارة الدينية وقد استمرت في حركة التطورات الطبيعية لانتغيرت العقادة الدينية بدخول المسيحية. كما ورد في احد النسوس القديمة من ان الديانة الفرعونية ستنتهي بعد قامة اخر صلاة في معبد ايزيس بجزيرة حيانة. ومن حيث العمارة المسيحية في مصر فان مصر قد اوجدت ترازها المعمار المسيح الذي يتميز عن عمارة بيزنطية ورومة كما نراه في عمارة الاديرة وكناسي القديمة وما تجدر بينا الاشارة اليه في هذا المقام ان الكبة اللي تدعى بيزنطية هي انما هي في الواقع مصرية. وان اول مثل معروف لكبة بيزنطية ربع الاسرة الثانية عشر. وهو في حفريات جبانة الاجيزة امام مقبرة سيق. ومن الطبيع ان هناك امثلة اقدر من هذين لم يكشف عنها بعد. وبالنسبة لعصر الاسلامي فان مصر اوجدت ترازها الاسلامي الذي انشار باقي البلاد الاسلامية في الطابعة العام. نجد عمارة الجوا معها والكواصرها وبيوتها كانت لها تصفاتها المصرية المتميزة لتتخالف عمارة ايران والعراق والسوريا والشمالي افراقيا. قد شهد العصر الاسلامي عدة تحاولات في عمارة الجوامع وقصور هذه من زفتح اسلامي للعهد الفاطيبية ام المملكة والتركية. وقد وسط تأزيل عمارة الزروة في قرن الرابع عشر از ان المملكة قد احتفظوا بالطابع الاسلامي المصري وبالتقاليد المعمالية المصرية برغم مقونهم من غير اهل البلاد. وذلك القرنين قد لجوا الى المعلمين البنائيين واهل الحرف المصريين في اقامة عمائرهم التي اوضقوا عليها اموالا بدون حساب. وبذلك لم يتوان اهل الحرف في الابتكار والاستمرار في التقاليد مع الاحتفاظ من الصورة فيها. فكانوا بذلك راعات للعمارة والفنون الاسلامية مثل البابوات التي لازين يعود عليهم الفضل في حركة مهضة الايطالية. والذين من الامثل على وراء الفن المعماري التي اقومت كاعدهم. مثل جوامع السلطان حسن وبرقوق ونقابر المماليك ذات اجمل القباب في العالم. بالجبان الشرقية وكزاء قصور ومنازل الجمال الدين الزهبي والصحيمي. والتي لم تزل قائمة تشهد بفضلها والاقوم في الاحتفاظ بالطابع وعلوه قدريين في الزقافة. وبالنسبة لعمارة الريفية وقد اوغاية مصر في ذلك العهد الذي كان الفلاح فيه مالكا. عمارة الريفية الجميلة تشبه عمارة مدينة رشيد ذات الزخير في الطوب الملون كما نجدها في قرى نقادة والاشمليون. ولما انتهى العصر المملوكي وداخل العصر التركي بدأت العمارة الاوروبية تتسلل البلاد عن طريق التراضي البلسنتي الذي تخيل الاتراك في عمارة الجامحة مكسورة. وانهذا العهد بالنسبة للعمارة الاسلامية المصرية لمسى العهد بطلاي موسي بالنسبة للعمارة فرعونية. وقد اعقب ذلك عهد محمد علي ومبادي اسماعيل باشا الذي احس انقلابا كليا في العمارة المصرية وتحوله جزريا نحو العمارة الاوروبية وذلك بعد زرات الفرنسا وانتهروا من الحضارة الغربية. مما جعله يرغب في ان يجعل مصر منطقة من اوروبا. من اسماعيل باشا ادخل العمارة الاوروبية من طراض النهضة الايطالية ومشتقاته كالراكوكو والرافالو والرفوفو واللويس فيليب الى البلاد ممتدة من كسورة وبدور الحكومة. وقد لجاء المعمارين الاجالي من فرنسيين وايطاليين لعمل التصميمات التي قام بتنفيذها الحرف المصريين في الموظم والغالب. ولذين انتقلوا من ميدان العمارة الاسلامية الا حق للعمارة الايطالية والفرنسية. ولما كان اسماعيل باشا قد ضد حجر اساس العمارة الاوروبية واعطى المثل الذي يحتزي به في البلاد فقد تبعه الاسرياء واعليا للقاوم الذين تنفسوا في بناء الفلات الايطالية. وقد شعلت هذه الحرقة العاصمة الكليمية كتنطة والمصورة. اما بالنسبة للقراء والعزة فانه من بعد ما استولى محمد علي باشا على جمال الاراضي فان الريف فقد طبقة الملاكة التي كانت رعية لعمارة الريفية. وهنا نحضر المستوى الى عمارة الغرب ولا منتج منها سوى القرى البنائية التي بعدت عن ملك السلطة مثل قرى بلاد نوبا وعلى السعيد. التي على الضفة المقابلة التي بها السكة الحديدية. التي حملت معها تفرنج الريف. فمما ساعدها عن سورة طراز الاوروبي الغريب بالعمارة انشاء القناطر والتحكم في ميات النيل والردمي بارك التي كانت غرب الكهرات الفاطلين. مثلها بركة الاسباكية وبركة الفيم امتزاد الكهراء غربا لجسر النيل وانشاء الاحياء الجديدة مثل قصر الدوبارة والمونيرة والاسباكية والحلمية الجديدة والتي وضعت تخطيطاتها على تخطيطاتها على اساس تصميمات المنازل الاوروبية المفتوحة على الداخل. بعكس المنازل التقليدية التي تفتح الافنية والحضارك الداخلية. وعلى اساس تخطيطات البلفارد العريضة والمصفية من الخطوط بدلا من نظام القصبة والشوارع والحارات الدايقة المتعريجة زياد المنظر المقفل. ولما كانت تحولات لا تحدث طفرة واحدة فقد اصبحت العمارة المصرية الحديثة خليطة من الطرز الاوروبية التي مزجت فيها المعلم البناء مصري بين القرانيش الكلاسيكية والمقرنصات والمقرنصات الاسلامية وقد انتزجت بذلك خطوط تحليل نفساني التي رسمها الاوروبي من ناحي الدانيم والخطوط التي رسمتها مصر على مرة الاجيال والكورون الى انزلت تلك الخطوط المصرية والاوروبية على سواء بدخول الامارة الربية التي تدعى الحديثة للبلاد من سحوال الربعينات وشمول استعمالها المباني العامة والخاصة في جميع انحاء البلاد من جنوب للشمال. في الواحيات كما في الوادي دون امرأة العوامل الجوية والبيئية الطبيعية وبذلك فقطة الجماعة العربية كل معايير كواسية للمعاصرة. وبطلا من ايجاد اعمارة بما فوق العربية فقد اكتفت بعمارة ما تحت الاروبية المتخلفة. وان المشاهدات المؤسفة عدا موجود ردود فعل سليم وشعور بالالم من جراء عملية فجدان شخصية في العمارة التي تعتبر من اهم ارقان الثقافة ويظهر خطيرة بالنسبة لحيوية الامة العربية. الامر الذي لا يمكن علاجه سواء بالنجد والبحث والدراسة والتطبيق الاخر. موسطة الانسانية من العوام الطبيعية والانسانية وبالنشوة التعريف بطبيعة المشكلات وحقيقة الامور اللي اتخذ على علتها على اوطان اطاق وعلى مساوات كافة. وان على المهندس المعاصر المعاصر هو ان يوجد العمارة المعاصرة المصرية كما اوجد اسلافه العمارة المسيحية والاسلامية المصرية.